فتشلون من الموعظة ما يصل الى القلوب ابدا وانما يمر على الاشماع فيعبر من هذه الاذن الى تلك الاذن اما الموعظة اذا اخذت طريقها من التطبيق عند الوعظ نفسه يعني اذا كان ممتفل لما يقول يعمل بما يقول في مثل هذه الحالة قطعن الموعظة تلعب دورها اتخطر العلامة الحلي فيظل الله تراه العلامة الحلي في رحلته الى ايران في ايام الشاه خدابنده صارت لحادثة الحادثة لفتت نظرة اقبل طبعا العلامة يلقب بابن المطهر بش مع الاسف ابن تيمية لما يمر بذكرة يعبر عنه ابن المنجس شوف ادب العلم شلون شوف ادب العلم وين يوصل الى اي درجة شوف ادب العلم هذا اوضع العلم ما وقف على اللسان العلم اليوقف على اللسان علم وضيع اذا ما يأخذ اثر من السلوك علم جدا وضيع وضيع وصخة مو بس وضيع اتصور رجل هو شوف العلامة الحلي لما يعبر عن ابن تيميش يعبر عنه الرجال يعبر عنه بالاستاذ يعبر عنه تعبيرات محترمة تعبيرات كريمة نعم بس هو لما يجي يعبر عن ابن المطهر يسمي ابن المنجس ارجوك وين ادب البيان يعني انا لما اجي انسانا لذا ابحث بالتاريخ واجي اشوف هاللون من المناولات وبين من بين علماء وبين قمم ش راح يبقى عندي انا من الادب على كل حال طلع العلمة من مجلس الشاف مر لب جامع من الجوامع شاف اكو خطيب على المنبر هذا من يقرأ خطيب يعني بارع جدا يملك جمام الخطابة عند مضمون ثري غني يعني عند معلومات مو خالي عند حجايات مثلا لا قفء منه ومنه لا عند مضمون نبه لي جين يعني عند علم يمتح من شيء غزير يتكلم عنده عندما يتكلم يأخذ من من وعاء مليء جين بس كل ما يتأمل العلامة رحمة الله عليه كل ما يتأمل وعظ هذا الرجول مع غزارة علمه مع ان اداء اداء لطيف لكن يريد كلماته تأخذ اثر من النفوس ما يشوف كلماته تمر تشمروا رحابر سطحي قام العلامة وهو منفعل سأل قالهم هذا الرجل وين بيته قالوا لبيته بالمحلة الفلانية اقبل الى ان وصل الى باب البيت طرقه طلعت لا امرأة قالها تسمحي لي انا ابعد بباب البيت وعندي بضعة اسئلة شام سؤال ارغب اسألك بها فضل قالها انا اولا اقدم لك نفسي انا فلا بس انا ما جاء اقدم نفسي حتى تعرفين اني اريد اتعاظم لا بس اريد اشعرك ان الموضوع الى اهمية وانا اقطعت عليها مسافة واجيت الى باب البيت لغرض قالت لقيت فضل احترمت طبعا سامعة شهرة العلامة في دخوله طبقت الافاق لما دخلي فقالت لما لاي على الرحب والسحة شرف الداري قالها انا الي سؤال هذا الرجل زوجك انا احاول ان اصلحه وطريقة الاصلاح ما اعرف فما لا ما اعرف درب الفساد وين هو من وين من اين جاءه الفساد انا اطلب منك شيء هل لزوجك عمل في الداخل ينافي عمله في القارج فالسؤال هذا جاوبين عليا هذا الرجل برا يعظ الناس برا مظهر مظهر رجل دين اكو عند اعمال بالداخل تخالف هذا المظهر شكتت المرأة قالها ليش شكتت قالت لانت احرجتني انا ما اقدر انا اكو امانة زوجية هذا زوجها ولازم تحافظ عليها وتحافظ على سمعتها وممكن اكو امانة زوجية في الواقع قالها انت تعرفين انا ما عندي هدف شيء انا استهدف هذا الرجل ان اخدمه الاح عليها قالت له والله هذا اذا رجع الى البيت دي مارش اعمال لا ترضي الله عز وجل يشرب خمرة استعمل اعمال اخرى يعزف على الات محرمة قالها انا طالع رايح الى رجع قل لي لي يقول لك فلان لو كنت عبدا لله لاشتحييت من الله بس ورح وفعلا رجع هذا الرجل وجد زوجته مضطربة سألها شنو هالاضطراب سببه قلت له لا شيء الاح عليها قالت له والله القصة هكذا واخر كلمة اودعها الرجل عندي قال لي قل لي له لهذا الرجل لو كنت عبدا لله لاشتحييت من الله ترى هالكلمة هذه هي اللي الامام موسى بن جعفر سلام الله يعلم شكرا